وهذا من أجل وأعظم القروبات التي يغفل عنها كثير من المسلمين حتى من المسلمين من يقرأ وكتب ودرس وتخرج ومع ذلك لا يقرأ إلا قليلاً مع أنه من أوسع أبواب الخير بل ذكر بعضها العلم أن أعظم العبادات القولية التي تعبد الله بقولك بلسانك أعظمه ماذا؟ قراءة القرآن العبادة القولية قراءة القرآن ذكر الله عز وجل الدعاء الاستغفار في عبادة أخرى كالنصيعة كالمعروف نعلم منكر كالكلمة الطيبة الصدقة عبادات لكن لو قارنوا أو قارنوا بعضها العلم بين هذه العبادة الأربع العظيمة التي هي قراءة القرآن وذكر الله والدعاء والاستغفار قالوا أعظمها وأجلها قراءة القرآن فتكرار الآيات من فوائدها ماذا يا إخوان؟ زيادة الأجر في تلاوتها ومثل هذا قالوا ماذا؟ في الآيات التي نسخت حكما وبقيت تلاوة صح؟ يقول الله جل وعلا يا أيها الذين عاموا لا تقربوا الصلاة وأنتم وأنتم سكارة هذا منسوخة الخمر حرام مطلقا الآن كان في مرحل المراحل أنه فقط وقت الصلاة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة فالآية هذه إيش حكمة الآن؟ حكمة اللي فيها ماذا؟ منسوخ لكن بقيت فائدة تلاوة الآية مع معرفة أن هذه الحكام بدأت إيش بالتدريج ورحمة الله وسعته جل وعلا أن تدرج في الأحكام لكن أيضا من فوائد بقاء الآية التي إيش هي؟ منسوخة ماذا؟ منسوخة ماذا؟ حكما وباقية؟ تلاوة أن من فوائد بقائها تلاوتها والتعبد الله عز وجل بتلاوتها في الحرف بعشر حسنا